مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقة برنامجكم ضيف خاص في هذا الشهر المبارك نستطيع في إطار مغربي ومدريب منتخب الوطني السابق لحقق إنجاز تأهل إلى نهائي كأس إفريقيا 2004 في تونس وهو الإنجاز اللي مازالك تعيش على إقاع دياله كرة القدم الوطنية واللي كانت منه يتحقق أفضل منه في كأس إفريقيا المقبل بمصر إن شاء الله معنا سيبادو الزكي سيبادو مرحبا بك شكرا لأخ عبدالعودي كدير مع الصيام كدير مع رمضان أول من هذا البرنامج كان بارك الأواجس لجميع المغاربة ومتتبعين قناة 360 شكرا تعاقد ديالك مع فارق الدفاع الحسني الجديدي كان فارق يعاني إزمة نتائج أصبح فارق ينافس على أحد المراكز المؤهلة يعني المنافسة الإفريقية شنين الأشياء اللي اشتغلت عليها وخليت أن نتحقق نتائج إيجابية هو تنظن بأن الفارق الكبرات مرضى ولا تموت وفارق الدفاع الحسني الجديد واحد من الفارق الكبيرة اللي كان هنا في المغرب فعلا دازو داز بواحد صحابات صيف اللي حصد عدة نتائج متتالية اللي كانت سلبية ولي دخلت الشكل جامع للمسؤولين للجمهور للعاب اللي فقدوا احتداء كل بليزير ديال اللعب وفي هذه الفترة الإدارة ديال النادي تصلت بها باش ممكن اللي نتعاقد معها وماشين نتعاقد معها كلجنة إنقاذ حطات لي مشروع ديالعامين ونص في هذه النص العام اللي نخدم فيه هو الفارق الرجع ديالك الروحته هو رجع لك السكتة والصائحة او بيعطيه إشارات بأنه قادم الموسم الجاي وفي آخر الموسم غننديروا انجليسة باش ممكننا نشوفوا الانتدابات اللي غدا تكون باش الفارق الموسم الجاي ينفس على الأماكن الأمامية واللي ما لا ينفس على اللقب ومن طبع الحال فان المشروع كمتا نقول عجبني وتكلت على الله وكنت مآمن بأن الفارق ديال الدفاع عنده لاعبين في المستوى ما كيستحقش المرتبة تاوه ما كيستحقش النتائج اللي حصل عليها كي يخشوه ديال الخدمة وصيرتو في بلوم بسيشيك باش اللي لاعبين يآمنوا القدرات تاهم ويدخلوا للغيمة والحمد لله تكنع الله ودينك نحظو نتائج إيجابية اللي أرجع أتقل الجمهور ورجع أتقل تال مدرجات لأنهم نشوفوا الجمهور ديال الجيدة واللي كي يمشي معنا واللي كي يكون معنا سواء في الجيدة سواء خارج جيدة وحصنا على نتائج إيجابية والفارق واللي كي يعطي إشارات قوية بأن الموسم الجاي ان شاء الله تكون كلمة خارجة حتى في إطار المشروع البدو الزاكي يجري حديث أن مجموعة الأسماء ربما غادرت غادر إما الخلافات أو لأنها لا تبقى داخلها في الاهتمام البدو الزاكي مثل طريق أستاتي، ساعد القرو، أنوار جيد ما سنرى الدفاع الحسني الجديد الموسم المقبل بوجهة جديدة أو بأسماء جديدة؟ أولاً خلافة مكينش، إلا كانت عن استاتي، استاتي فهو عنده خلاف تأديبي مع اللجنة التأديبية لأن فارق ليه وقال اللاعب من خيمة استاتي يصرفق أن جنب داخل تدريب أمام الزمنة أمام في عدم احترام الطاقة فهذا سلوك غير مرفوض فهذا سلوك يدال في أي نقطة في العالم فهو مرفوض بدأتاً ولكن ما عندهش علاقة الخلافة بتغيير مركز اللاعب لأنك نسمعنا أنها تغييرت المركز اللاعب هذي هذرا خاوية وهضا الاستهلاك ما غيمكنش اللاعب غادي يكون تدرسه وانتك تقلب تلعبه ها يكون عندي خلاف مع اللاعب ما غاللعبوش ماشي خلاف ها يكون يتقلق ومنحقه بغي يلعب بغي يفعل أما يكون عندي خلاف مع اللاعب بغي اللاعبو في مركز آخر هذي ما أمرش فتاها نهائي لكن في الكيب ناسو نرى لكن عندي عوسي نخرجها كيلعب أريان غورج كيلعب ميليو كيلعب جميع المناطقين كيلعب فيها عندي مهدي قرناص كيلعب كبيفو كيلعب أمور ليزوم دو بوينت كيلعب كايلية يعني هاد الأمور لكن كيبرر هاد التبرير فهو الاستهلاك فهو كنقولين السلوك تاو اللي ما مقبول شو كنعرفوه استاتي في كل سيزون كيديووز أربعة ولا خمسة ديال مجالي استئذيبية غي هاد الموسمانة قبل ما نجي ندووز ثلاثة لها فما عندو حتى علاقة بدك شي اللي كيقول باش ترجع لك التنطن بأن النقطة ديالستهي فهي واضحة بالنسبة للانتدابات فأنا اللي حتسعى مباقي مادش اللايحة ديال المغادرات باش خد بدن نسميه فعيب الله أنور جيد ايكس ايقر اكز زيد باش ندير لنا اللايحة ديال المغادرات حطين بدك اللايحة ديال انتدابات اللي جاو وحنا ما زال حنا تلعبوا ما زال تنطمعوا نحسون مراكي سانا لهذا فهذا الأمور حقا تنشتغلوا باش نشوفوا اللاعبين اللا عمكنا نعتقدوا معهم سواء أجنابيين سواء محليين وكان عرفوا الصوق كيف يدير لهذا فما غيمكن ليش أولا نطلق حتى نجيب لهذا فالنقطة دي ما كينش نيائين لان ما زال حنا انكم في تيسو وما غيمكنناش مضون هضرو 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 خاوي اللا غا ديمكننن نشوف شوبي على الجروب يعني حتى في المبارايات اللي اخذتها مع طرق الدفاع الحديد جنديش نشوفنا واحد مجموعة دي اللاعبين شباب اللي اعتمد تعليم في تشكيله الأساسية وشهدك يعني أنه كينت توجوه نحو تشوبي بالفارق للموسم المقفل نعم الشيء كينت توجوه نحو تشوبي بالفارق إلا عندك اللي عندك لاعبين في الموستوى ولاعبين اللي كتشوفوا ممكن لوعطوا إضافة للفارق سواء يكون شاب أو يكون فيترون مرحبا فإذا بالنسبة لي أنا من لي حتى يتعيني على اللاعبين شباب ووشكين في الخزان كنلقى لاعبين اللي يمكنهم بشوية دي الخدمة و بشوية دي التقاة و بإدماجهم تدريجيا يمكنهم أعطوا إضافة والحمد لله ربعنا بن شاوير ربعنا الطيبير ربعنا اسكندار ربعنا شيشان واللائحة طاويلة يمكن واحد خمسة ولست دي اللاعبين للفارق الآن نربحهم وهذا في حداته ماشي لخدمة دي العبدالوربي الخدمة دي اللاباز و دي القاعدة اللي كي نع واللي كي يصاروا واللي الفضل كيرزوا عليهم اللي جاءوا هادي اللاعبين واللي صاروا عليهم حتى أعطوهم الفارق الأول فهي حسين مبكرة اللي أنا من كان ذوي على طيبية طيبة عنده 18 لعام 19 لعام ما زال ما زال اللاعب جين كي يلعب جينيور وهذا في حداته ربح للفارق وش ماشي هي طريقة من من أجل كسب تعاطف دي الجماهير ويكون عندك واحد يعني واحد دعم جماهيري أنك تلعب لأبناء الفارق وأنك يشوفوا أنه يعني الهوية دي الفارق كترجع في الدفاع الحسينجي اه مكان هدي ما شايد أولا ممكن لك تحتل على كل شيء إلا الرياضة علاش؟ لأن منك بدخل واحد كي ما باتكون الأحرق تاعه والجنسيات تاعه واللون ديالو إلا أعطاه أغدي سفقولك إلا ما أعطاش أغدي سببوك نتويه شنو المراكز اللي كي شوف يعني بدو الزكي أنا فيها خصاص في الدفاع الحسينجيدي وكي يعني كيتنا نهاية الموسم من أجل أنه يضم لاعبين في هذا المراكز أولا من اللي اللي لقاء اللاعبين في الوبيجي يعني في المستوى اللي بغين أو في الوبيجي ديال الفارق من طب ديك ساعدين جوبك على الخصاص اللي كين أكيد كنت شخيص يعني اللوضعي ديال الفارق وأنه كين خاصة مجموعة ديال المراكز اللي انتك كتني يعني نهاية الموسم بش أنك تعقد ما لهم نحن نعرفه في العالم الفارق منك تبغي كي يخصو يضر بشكل اللي بغيتي كي يخصو أنك واحد ميلو تيرين يكون يكون في المستوى سواء من المانية ديفونسيف أو في الكرياسيون أوفونسيف لهذا الفارق ديالي فعل الحسينجيدي كي يخصو يتطعم بواحد شكل كبير في وسط الميدا بعد نهاية هذا الموسم أكيد يعني مشروع يمتد للسنتين شنين الاهدف المسترحة الموسم مقبل وتنظر الاهدف المسترحة أنك نعلن لها في البرزنتاتيون ديالي أنا في الوسائل الإعلان أو الموسم الجيء كي يخصو يلعب على البوديوم لأن الفارق الجديد من اللي في لعب على البوديوم ولما لا نفسه على اللقاب يعني في دل المنافسة وأنك يكون عندك لعبين جيدين واش غتوافق على رحيل مصوفة اللي عنده مجموعة من العروض يعني يلاعب لي هو ممتاز وعنده إضافة كي يعطي إضافة في الخطل أمام الفارق إلا كان مصوفة غدي يجي بالفارق واحد جزء مليار ولا مليار ونص اللي تنتعش به الخزينة ديال الفارق فمرحبا يمكن نحنا بهذا المبلغ أو بالنصي بهذا المبلغ نجيووا لعيبين جوج أو تاتا ديال اللعيبين في شكل ديال مصوفة لهذا بالنسبة لدينا فأنا ما عندي حتى مانيع إلا كان الديب بارتاعه غدي نعشل الخزينة ديال الفارق يعني في إطار البرماجة شفناش أنه المشاكل كانت وقعت ولكن الدفاع الحسنين الجديدي عنده مشكل أكبر هو أن اللاعبين دياله غادي يكونوا تحقوا بالمنتخابات اللي كتستاعد الكأس إفريقيا وما زال غادي يواجه الراجع من بعد ما يصافروا اللاعبين واش غا توافق أنك يعني تأجل المباراة أو أنك غا تلعب توافق تلعب ضد فارق الراجع بدون اللاعبين أساسي وهو سيف دو حد دهين ما وقتي شبقيته تهد أكتوبر لا سيف طمر أتلعب المباراة وفقتي غادي تم جاي عاطي لابانطاج للفارق الخاص من اللي كان عارفوه معجيش بالنجوم وبلعبين دوليين وانت محرم من اللاعب الأساسين تاعك ولي هما اللي هما دي بروفوسونيل إطرانجي وكعتور إضافة لهذا بالنسبة لي أنا فغادي كنت أشاور مع المكتب غادي نشوفه وغالباً غادي اللعبه يعني هاد لخبطة اللي باين نقوله في البرماجة وهاد الارتيباك واشنو أولاً تعليق ديالك واش ما خلاش يكون عندكم واحد ارتيباك تنتموه في البرنامج ديالكم ديال نهاية الموتين طيب الحال تكون عندنا ارتيباك عملي وارتيباك معناوي والمعناوي أكتر عنده الضرات تعوه أكتر من ارتيباك العملي لهذا بالنسبة لي أنا فتنظن الأمور في خرجات القرارة ترى خرجات كي اخسن هذا بطوب مع الواقع اللي كانوا نشوفه القدام ولكن واش ما كتشوش كأيطار وطني أن هاد الارتيباك وهاد البرماجة اللي دائماً كتخلق مشاكل الفرق أنها كتأثر على المستوى اللي عندي لدول احتراف بكل صراحة كانت الأمور غادية بخير وعلى خير أمور كانت غادية بواحد سالة سعب واحد احتى خرجات الشي ديالهاد الاحتياجات اللي وقعت واللي خلات لجنة البرماجة تعاود تغير والتغير ما كانت صريح حتى واحد أول مراجح اشتركوا في القناة